بيرسي تاو يرفض العروض ويتمسك بالبقاء مع الأهلي حتى نهاية عقده رفض اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العروض التي تلقاها من أندية في جنوب إفريقيا والسعودية والإمارات وأكد تمسكه بالاستمرار في صفوف القلعة الحمراء حتى نهاية عقده مع النادي جاء هذا في رد واضح من اللاعب على مفاوضات مسؤولي الأهلي بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام 2024 وكان النادي الأهلي قد تلقى عروضاً رسمية من عدة أندية إلا أن بيرسي تاو أصر على البقاء ورفض جميع العروض المقدمة له مشدداً على رغبته في الوفاء بعقده الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل وبحسب المصادر فإن بيرسي تاو يرفض الرحيل عن الأهلي أو قبول أي من العروض المقدمة له في الوقت الراهن ويذكر أن عقد بيرسي تاو مع الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل ويتضمن راتباً سنوياً يتجاوز مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي وقد طلب اللاعب من إدارة النادي الحصول على مستحقاته المالية كاملة والتي تقدر بمبلغ ستين مليون جنيه مصري وذلك قبل الموافقة على فسخ التعاقد بيرسي تاو يتطلع للرحيل بشكل مجاني خاصة أنه يمتلك عروضاً مغرية من الدوري الإماراتي ولكن الأندي المهتمة طلبت منه الحصول على الاستغناء الخاص به لضمان إتمام الصفقة في ذات السياق أفادت المصادر بأن الأهل يدرس حالياً موقف بيرسي تاو ويبحث إمكانية الإبقاء عليه نظراً لرفضه قبول العروض والتمسك بمستحقاته المالية كاملة هذا الأمر سيتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي طلب ضم اللاعب جناح أجنبي بديل للموسم الجديد تستمر حالة الجدل حول مستقبل بيرسي تاو حيث ينتظر اللاعب قرار الأهلي النهائي بشأن طلباته وحسم مصيره في نهاية الموسم ترجمة نانسي قنقر